موسيقى صباح الخير المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان جون إيف لدريان وصل مبارح واستهل جولته بزيارة لرئيس مجلس النواب الحكومة أقرت الترقيات العسكرية وتم تثبيت متطوعية الدفاع المدني أما تعليميا فتم إلغاء شهادة البروفيل السنة على أن يقرر مصيرها بالسنوات اللي جاية بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو جولي على أبرز العنوين اللي تصدرت صحف المحلية العربية والعالمية بالإضافة لمداخلة مع الكاتب السياسي ميشيل الشماعي ليطلعنا أكتر على مقاله المنشور بجريدة النهار بداية حلقتنا بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا نهار من سنة 2019 تمت محاولة انقلاب بأسيوبيا وقعت بولاية أمهرة بشمال البلاد وأسفرت عن مقتر رئيس الأركان الأسيوبي وثلاثة آخرين إلا أن المحاولة باقت بالفشل واستعادت الحكومة السيطرة على الأوضع أما هلأ نبدأ مباشرة بجولتنا على أبرز درات الصحف بدايتنا كالعادة بتكون مع جريدة النهار بقراءة لأبرز العنوين لدريون بدأ جولة دائرية تماهد لتجديد الوساطة أيضا بالعنوين المفاد الفرنسي بدأ لقاءاته مع برية ويستكملها اليوم وغدا قبل لقائه سفراء المجموعة الخماسية مجلس الوزراء يصدر رزمة قرارات أبرزها إلغاء شهادة البروفي والترقيات العسكرية وطبعا السورة الرئيسيه لحظة وصول لدريون إلى عين التيني يوم أمس منتابع بالعنوين إسرائيل عززت قواتها في الضفة وهجمات انتقامية للمستوطنين عبداللهيان في الكويت بعد الدوحة ومسقط ومفاوضات إيرانية أوروبية حول النووي آخر اجتماع لصيغة أستانا في كازاخستان موسكو الاجتماعات ستتواصل في مكان آخر هذه كانت جولتنا على الصفحة الأولى مننتقل من الصفحة الأولى إلى الصفحات الداخلية بالبداية منشوف أبرز ما ورد بأسرار الآلهة أيد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وزير الشباب والرياضة الذي اعترض على التهجم عليه عبر تلفزيون لبنان واعتبروا أن التلفزيون ليس منصة ضد الوزراء مع وصول لدريون إلى بيروت عادت الأخبار المسربة عن إمكان عودة الرئيس سعد الحريري ليشكل ثنائيا مع الوزير السابق سلمين فرنجي فيما يلزم فريق الأخير الصمت حيال تلك الأخبار علم أن لقاءا جمع مرجعا سياسيا مع قيادي سابق في حزبه ومقرب من عاصمة مجاورة أيضا بأسرار الآلهة ينقل بأن سفيرا عربيا سابقا في لبنان كان حاضرا في استقبال الرئيس السابق ميشيل عون خلال الزيارة أخيرة له لهذه الدولة فيما تم تعيين سفير بديل له لم يظهر إلى العلن في انتظار انتخاب الرئيس هذه كانت جولتنا على أسرار السياسية بالنهار منتبع بقراءة بعض العنوين بالتحليل السياسي لليوم لدريون مستكشفا حطام تايتانيك رسالة عونية إلى القوات والصنائي لا تهددون بقائد الجيش أيضا بالعنوين هل من جديد في العلاقة بين بر و جنبلات أما اليوم بزوايا ودوائر كتب علي حمادي جون إيف لدريون في وكر الدبابير أما غسان حجار فكتب لدريون يلتقي الذين لا يلتزمون تعهداتهم من تابع بالعنوين هل تجاوزت الحكومة تصريف الأعمال وصادرت الصلاحيات مجلس وزراء فاقد لرقابتين وممارسة استنسابية واضحة أيضا بالعنوين اليوم مجلس الوزراء ألغى البروفي وثبت متطوعي الدفاع المدني وأقر ترقيات الضباط ميقاتي هدفنا تسيير أمور الناس ولسنا من هوات افتعال المشكلات من تابع أيضا بالنهار بقراءة لمزيد من العنوين أعلانوا بعبدة حي يرزق وصالح للملاحة الحوارية ليموس للنهار تفعيله مجددا يحمي الوحدة الداخلية الحكومة نحو طلب ألية موحدة للدفع للاجئين لشراء المبالغ بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان لمكاري أمام مجلس وزراء الإعلام العرب في الرباط سياسة الجسور أكثر فائدة وأبجديتنا منحازة إلى عروبتها منتبع بالعنوين وهالمرة بعيدا عن السياسة تعديات على مجرى نهر الكلب البيئة تستنفر والطاقة تطلب الرحمة للمعتدين أيضا من ضل بالعنوين عنوين آخر عن إلغاء شهيرة البروفي إلغاء البروفي انقلاب على التربية الحكومة ترسب في الامتحان والحلب يلوح بالاعتكاف نصل إلى المقال الصادر اليوم للدكتور ميشيل شماعي ضرورة الانتقال من الديمقراطية التعطيلية إلى الديمقراطية الحقيقية وبانتظار يجهز اتصالنا مع دكتور شماعي منتقل إذن مناخد دكتور شماعي صباح الخير نجد الله أستاذ بشير أستاذ هل برأيك التطبيق الخاطئ للمبدأ الديمقراطي هو اللي أدى إلى الأزمة اللي عم نعيشها اليوم على الوقت الحرية بتمعال الشعر المالي كما بخير بشتم تطبيق المبدأ الديمقراطي بشكل غلط وتم الاعتداء على الحرية بطل لبنان بخير من هوني تبلشت الأزمة وبالطبع هذا ما النهو السبب الوحيد لأنه أهم مقاومات الدولة ما بنعرف هي السيادة والحرية والاستقلال وبس وحدة من هالأقاليم الوجودية للدولة تهتز بتكون عم تضرب كيانية الدولة بجوهر وجوديتها اليوم الحرية مانا بخير السيادة مانا بخير بيكفي نشوف أنه بعد 23 سنة على انسحاب العدو الإسرائيلي بعد فيه أرض محتلة لأنه المفترض يلي بتجمعنا فيه اتفاقية أخوة وفيه عندنا ناس بالسخر وبالتحالف معه رافض يرسم الحدود معنا وبعد فيه بندقية خارجية عن الشرعية تحت هايدي الزريعة إنه بدأت قوم العدو الإسرائيلي وبعد 18 سنة على الانسحاب السوري بعد فيه معتقالين لبنانيين مشغول مصيرهم بسوريا وحلفاء النظام عنديهين ودموع إنما هاتون كل لحظة بيزور فيها جزار الشام ضيف على هيدا كله اتفاق السلام الصامت يلي وقعوا منظمة حزب الله مع العدو كان هيدا الاشياء بتضل إنه الأزمة بلبنان بعدها مستمرة وهيدا من دليل إلى ضيف عليها النظام المركزي الفاشل يلي صار لازم نعترف كلنا سوى بواقع هوياتنا المجتمعية متعددة لنبني مجتمع موحد بوطن اتحادي طيب ممكن تشرح لنا شو أصدت بمصطلح الديمقراطية الحقيقية وكيف ممكن نوصل لأله نعم المقدة الديمقراطية الصحيح ليس الذي يحقق حكم الأكثرية أو يغلب الأكثرية على الأقلية الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية اللي بتأمن حقوق الناس كلهم بالتحديد حقوق الأقليات بالمجتمع كرمال هاي هي بتحض استبداد الأكثرية وما منوصل لهيدا المبدأ إلا إذا نجحنا بتحقيق المسيحة الآمنة دستوريا بين المجموعات الحضرية اللي بتملك هويات مجتمعية متعددة بتنجمع بنظام اتحادي لمركزي يخدر علي سنيه متل ما بدك وهيدا الشيء صلت الضوء علي مفكرنا الكبير استاذ أطوان نجم بكتابه سرباء السكر القومي وواقع الهوية المجتمعية وهيدا الشيء ما ممكن يصير إلا بتحقيق المساواة بين كل اللبنانيين وبيعادة انتظام المؤسسات بدءا برئاسة الجمهورية وليجب كلنا نعترف أنه ما بقى فينا نستمر بالنظام المركزي القاتل ويجب العمل للوصول إلى النظام اتحادي يمنع أنه الاشتباك السياسي إذا وقع يعطل الدولة وحياة كل الناس لماذا برأيك استاذ مثل ما قلت بخاتمة المقال الانقسام المجتمعي الهوياتي الذي لم يتمكن الفكر اللبناني من تخطي لن يعالج إلا وفق تطبيق القواعد الاتحادية طبيعي لما بيكون عندنا في انقصام بمجتمع على قاعدة هويات مجتمعية بنا نفكر بالشغل من اتنين يا تقصيم يا أنك توحد الهويات المؤكد ومن أكدنا اليوم بالمئة أنه نحن ما بدنا تقصيم لأنه بدنا نعيش مع بعضنا على أساس القاعدتين الأساسيتين يلي ربنا خلق عليهم العالم هن التجامل والتنوع كرمل هايك نحن بدنا نظام اتحادي توحيدي لهوياتنا المجتمعية ماذا وإلا رح منضل بحالة انقصام وتشارفهم لأبد القاعدين لأنه النظام الاتحادي الفيدرالي وحده كثير بإيجاد المساحة الآمنة بين الهويات المجتمعية ويلي يسمح أنه نعيش بسلام بين بعضنا البعض لمئات ومئات سنين ندوم ما نخرب البلد ونضل فيه دكتور ميشيل شماعي شكرا لألك على هاي المداخله منتابع جولتنا لننتقل من النهار إلى جريدة اللواء أيضا بشولة على أبرز العنوين اعتراض أمريكي على مهمة لدريان والشي تحدد مواصفات الرئيس احتواء خلاف الأكسبو وأزمة في الصحة وتكليف حمية تعديل العقد السياحي مع سوليدير بالعنوين أيضا استشهاد فلسطيني ومستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية في الضفة عبداللهيان في الكويت بعد مسقط والدوحة اشتباكات عنيفة في الخرطوم بعد انتهاء هدنة ثلاثة أيام أيضا اليوم بالعنوين دولار بيروت 99300 ليرة انخفاض طفيف للدولار من الصفحة الأولى إلى الصفحات الداخلية قبل ما نقرأ بعض العنوين نشوف أبرز ما ورد بالأسرار السياسية تتحدث مصادر ديبلوماسية عن دور أكثر تأثيرا لدولة عربية كبرى مع تقدم مسار المحاولة الفرنسية الجارية حاليا مع الموفد الرئاسي للإليزي يحاول حلف التقاطع المسيحي انتزاع موقف يتخطى الاعتراض الحاصل على أداء حكومة تصريف الأعمال إلى موقف سياسي نيابي روحي من زاوية الصلاحيات والشراكة ما تزال بعض المصارف المصنفة متعثرة تتعامل مع تحويلات الدفعة الإضافية من المعاشات والرواتب على أنها مساعدات لا يمكن سحبها على منصة صيرة فالمعتمدة من مصرف لبنان هذه كانت الأسرار السياسية بعض العنوين نائي السعودية عن الأسماء سهم في وقف الاندفاع الفرنسية باتجاه مرشح السنائي تحذير مسيحي شديد اللهجة لباريس يواكب لقاءات لدريون اللبنانية ميقاتي لسنا من هوات افتعال المشكلات ونتمنى وقف النكد السياسي مجلس الوزراء الغالب روفي وثبت مطوعي الدفاع المدني وأقر ترقيات الضباط لدريون في زيارة استطلاعية حول الاستحقاق الرئاسي عين التيني محطته الأولى وبري اللقاء صريح وجيد بعنوين أخير باللواء لبنان أمام فرصة أخيرة والعين على نتائج زيارة لدريون ننتقل من اللواء إلى لوريون لجور الصادرة باللغة الفرنسية واللي عنوانت لدريون في بيروت بمهمة شبه مستحيلة وأيضا بعنوان تاني شاغل العالم بالأيام الأخيرة الغواصة المفقودة يوم واحد متبقي فقط من الأكسجين قبل ما نتابع جولتنا على بيئة إصدارات الصحف فصل أول بحلقتنا وأم نرشا ترجمة نانسي قنقر عودة إلى متابعة جولتنا على أبرز إصدارات الصحف لنوصل إلى نداء الوطن بقراءة لعنوين الصفحة الأولى سوبر ميقاتي يكرز مصادرة الصلاحيات ولدريون بدأ رحلة البحث عن سلة تنديد واسع بفلتان تصريف الأعمال وازدواجية التيار بالجرم المشهود يوم بالصور الرئيسية لنداء الوطن الرئيس بر مستقبلا لدريون وبالصورة الثانية ميقاتي خلال طوئيع المراسيم يلي أقر مجلس الوزراء يوم أمس بعد سالمي فتح ملفات أكثر خطورة تطال عددا من المصرفيين والنافذين أكد محامي الإدعاء في فرنسا ومؤسس الجمعية ويليام بوردون أن القضية المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سالمي في فرنسا تصل إلى خواتيمها والهدف الثاني حاليا هو فتح ملفات أخرى ضد أشخاص شاركوا الحاكم في الجرائم التي ارتكبها وأشخاص تسببوا بالانهيار الكبير في لبنان وآخرين كانوا سببا في الفساد المستشري وهذا في سياق إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان من تابع بالعنوين الدولية والعربية المستوطنون يشنون حملة انتقامية وحشية ضد الفلسطينيين ضوء أخضر أوروبي لحزمة عقوبات جديدة ضد موسكو وبعيدا عن السياسة وأيضا بعنوين بالصفحة الأولى بنضاء الوطن الجميزي تحتفل بعيد الموسيقى العالمي صدحت الموسيقى أمس على درجة مرنؤولة في الجميزي تزامنا مع يوم الموسيقى العالمي حيث غنت الآلات والحناجر في سماء العاصمة وتميل أبناء بيروت والزوار صغارا وكبارا على أنغامها حتى منتصف الليل في أجواء مليئة بالحب والفرح والموسيقى منتابع ومننتقل من الصفحة الأولى إلى الصفحات الداخلية لنشوف أبرز مورد بالأسرار السياسية لا تزال تعيينات وزير الأعلام زياد مكيري الكارثية في تلفزيون لبنان تتكشف فصولا إذ تبين أن بين المعينين في موقع متقدم وديعا من النظام السوري وقد أوصى بها السفير السوري السابق علي عبد الكريم العلي وافق وزير المالية على تعرفة مخفضة لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ويتحضر وزير الاتصالات لتحديد تعرفة اتصالات مخفضة لجميع موظفي القطاع العام يتردد أن رزم غير قليلة من الأسماء السنية تقدم نفسها لموقع رئاسة الحكومة وبعضهم يحتل مواقع رسمية هذه كانت الأسرار السياسية بعض العنوين مصر وقطر المرشح الثالث حاضر الحكومة تتجاوز تصريف الأعمال ترقيات وتثبيت الدفاع المدني الحكومة تكرس أعرافا جديدة وتتخطى حدودها جعجع جدول الأعمال غير مطابق للوضعية الدستورية قائد الجيش تعيين أعضاء المجلس العسكري ضرورة التيار إصدار 627 مرسوبا وقاحة من إداء الوطن منتابع جولتنا لننتقل إلى جريدة الأخبار يلي عنوانت لليوم لا أمال كبيرة على زيارة لودريون الفراغ الرئاسي يتمدد إلغاء لبروفي وزير التربية آخر من يعلم منتابع جولتنا لنوصل إلى جريدة الشراء يلي عنوانت لليوم برستقبل لودريون لمدة ساعة ماذا جرى قائد الجيش لأباء العسكريين في عيد الأب أشكركم على تربياتكم الوطنية لأولادكم وتقديمهم على مذبح الوطن إسرائيل تهدد باستخدام القوى لإزالة موقع لحزب الله عند الحدود هجمات المستوطنين مستمرة بالضفة أما عون الكعكي فكتب سؤال برسم وزير الخارجية ماذا فعلتم بالسفير العوني الذي اغتصب سكرتيرتين ننتقل من الشرق إلى جريدة الديار أيضا بجولة على عنوين صفحتها الأولى أي لبنان يريد المتنازعون هل يكون في موقع الحياد أم يحتاج قوة لردع الاعتداء عليه موقف الرئيس برر بتعليق الجلسات وانتظار مبادرة عربية ودولية وطني بامتياز فرنسا فقدت القدرة التنفيذية في لبنان وطلبت من السعودية مساعدتها لإيجاد الحل لقاءات لودريان ستفضي إلى دوحة جديدة في الرياض بمشاركة حزب الله طروحات عودة النازحين ملهات الأمم لم تسلم الداتا والحكومة الجداول ننتقل من الديار إلى الشرق الأوسط بعض العنوين الدولية والعالمية اليوم الشرق الأوسط اختارت عنوان مثل ما سبق وذكرنا كان عم يشغل العالم لمدة أربعة أيام جهود الإنقاذ تصابق لعنة التايتانيك فيما ينفذ أكسجان الغواصة ببعض ما ورد بها الخبر رصدت فرق الإنقاذ أصواتاً تحت الماء خلال تكثيف جهودها أمس للبحث عن غواصة مفقودة منذ الأحد وعلى متنها خمسة أشخاص قرب حطام سفينة التايتانيك في المحيط الأطلسي وتصابق جهود الإنقاذ التي تشارك فيها قوات مسلحة من كندا والولايات المتحدة وفرنسا الوقت وكذلك لعنة تايتانيك قبل نفاذ الأكسجان المتبقي اليوم الخميس داخل الغواصة الصغيرة وتنفذ عملية بحث واسعة وتنفذ عملية بحث واسعة أملاً بإنقاذ أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين إثنين على متن الغواصة السياحية التي كانت في رحلة لتفقد حطام سفينة تايتانيك على عمق أربعة ألاف متر شمال المحيط الأطلسي وأكد خفر السواحل الأمريكيون خلال مؤتمر صحفي في بوستن شمال شرق الولايات المتحدة أن الأكسجان المتبقي يكفي لنحو أربعون ساعة في الغواصة الصغيرة وأن عمليات البحث معقدة للغاية ولم تعطي أي نتيجة منذ مباشرتها يوم الأحد إذن هيدا كان أبرز ما ورد بيها الخبر والليفت أيضاً كان عن إعلان أحد الأشخاص الغاء مشاركته بهالرحلة اللي بتكلف الشخص قرابة ٢٢٠ ألف دولار من بعد اكتشافه أو تقديره لعطل تقني بالغواصة وبالتالي تم طرده من المكان من الشركة اللي بيعمل فيها بعد إدلاقه بهالتصريح منتبع بالعناوين مؤتمر لندن يحمل روسيا فاتورة إعادة أعمار أوكرانيا قمة دولية حول المناخ اليوم بمشاركة ولي العهد السعودي قبل ما نوصل إلى جولة على الصحف العالمية فاصل تاني بحلقتنا ومنرشاها ترجمة نانسي قنقر نوصل هلأ إلى جولة على الصحف العالمية بقراءة لعنوين الصحف العالمية اليوم لوموند ولوفي جاروتنا ولوموضوع الانفجار يلي وقع يوم أمس بالعاصمة الفرنسية باريس وأدى إلى انهيار مبنى وسقوط حوالي 30 جريح ننتقل إلى The Guardian البريطانية يلي عنوانت اتهام حراس في مزرعة ديل مونتي للأناناس في كينيا بارتكاب جرائم قتل أما Washington Post فعنوانت زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى واشنطن تحمل الكثير من الرسائل إلى الصين وإن كانت صامتة أما New York Times فعنوانت الشركات الحوسبة السحبية في الصين تثير مخاوف الولايات المتحدة نحن مع هالعنوان منكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم بتلاقيكن الزميلة ريتا بي يا أنتون بنشرة الساعة 8 والموعد بيتجدد صباح بكرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر